اهلا وسهلا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج شاباب توك الذي نقدمه لكم من العاصمة الألمانية برلين ضيفي اليوم جاء خصيصا من نيويورك ليجري معنا هذا اللقاء الحصري في أول حديث له مع قناة ناطقة باللغة العربية عمر الشريف جونيور الممثل وعارض الأزياء والناشط الحقوقي وحفيد أسطورة السينما المصرية والعالمية عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة أسئلة كثيرة حول حياة عمر الشريف وعائلته وأيضا عن عمر جونيور اليوم سنجيب عنها في هذا اللقاء أهلا وسهلا عمر في برلين أهلا وسهلا في شباب توك أهلا وسهلا أنا نيح سؤالي ليه أول لقاء لقناة عربية يعني أشان كده لم يكن هناك فرصة قبل ذلك والآن أنا سعيد جدا أن أقدم ترات أو إرث جدي وأن لدي فيلم أروج له أيضا فهذه فرصة فيلم شاركة فيه أيضا جدك كان معك في هذا الفيلم ولكن تريد أن تحكي عربي أو تحكي إنجليزي لأنه ليه ما عم تحكي عربي؟ طبعا أنا مصري بس أنا أريد تكلمت بإنجليزي نهارة بالنسبة لي أسهل أن تتواصل باللغة الإنجليزية وأن أكون واضح في ما أقوله إذن لح تحكي باللغة الإنجليزية ولكن قبل أن نبدأ الحوار دعنا نشاهد أهم محطات جدك عمر الشريف في تقرير خاص لنشاهده معا من كان يقول إن الشاب المصري ميشيل شالهوب الذي لم يؤمن بموهبته في بدايته المخرجون سيصبح هو النجم العالمي عمر الشريف إنجاز لم يستطع ممثل عربي أن يتخطاه لحد اليوم ظهوره الأول كان في فيلم سراع في الوادي سنة 1954 إلى جانب فات حمامة التي تزوجها مباشرة بعد الفيلم وأشهر إسلامه ليتزوجها وهي الزيجة التي شغلت الناس إلى اليوم لينطلق عمر الشريف في عدد من الأفلام المصرية التي أعطته مكانة متميزة وسط أبناء جيله ليصبح ليس فقط عمر الشريف النجم وإنما معبود النساء كذلك غير أن الشهرة العالمية دقت أبوابه حين وقع اختيار المخرج الإنجليزي ديفيد لين عليه للقيام بدور في فيلم لورانس العرب الذي يعد واحدا من أفضل الأعمال السينمائية العالمية والذي حصل بفضله على ترشيح لجائزة الأوسكار وسينقش عمر الشريف اسمه في خريطة السينما العالمية بعد دوره الخالد دكتور شيفاقو في فيلم يحمل نفس الاسم لتتوالى بعدها سلسلة من الأفلام العالمية بعد أن استقر عمر لهائي خارج مصر منذ 1965 أين سكاتيا؟ لنذهب غير أن الطائر يحن لمكانه الأول ليعود عمر الشريف للسينما المصرية سنة 1989 بفيلم الأراجوز ويشكل فيلم الأراجوز العودة الشبه نهائية إلى مصر حيث شارك عمر الشريف في العديد من الأفلام المصرية كان آخرها حسن ومرقص الذي عالج إشكالية الدين في مصر عمر الشريف كان مصريا حتى النخاع كما صرح في مرات كثيرة وأصر على الموت في مصر وأن يدفن فيها ورحل في العاشر من يوليو عن سن تناهز الثالث والثمانين ليستلى برحيله السطار عن جيل بأكبله من دونجوانات سينما الأبيض والأسود بمصر ثاركا أطرا في السينما العربية والعالمية ليس له نظير لاحظت أنه تأثرت أنت في دموع بعينك ما أول شيء كان موجود بذهنك لما أنت شاهد الفيلم لا تزال هذه الأحداث مؤثرة بالنسبة لي وأنا مررت من أسابيع مريرة بعض الشيء وأنا تفاديت أن أنظر إلى حياة جدي ومن الصعب أن أشاهد ذلك يجعلني ذلك فخورا وهو شرف مصر حقيقة وعالم السينما برمته ولكن مع ذلك لم استوعب بعد أنه توفى أعتقد أنه ينقصني أن لا أستطيع أن أتصل به عبر الهاتف كان نجماً سلمائياً كبيراً ولكنه كان جدي قبل كل شيء وكان يحب عائلته وكان يعتني بنا دائماً كان يحب أن يكون الأفضل لجميعنا وعندما نفكر بجدي نفكر بصوته وهذا الصوت سوف يستمر وسوف يظل خالداً في الأفلام ولكنه تحدث إلي بنفس هذا الصوت طبعاً أنا أدير شعورك كثير وبشكرك لأنه عم تشارك معنا طبعاً هذه لحظات خاصة بينك وبين جدك كيف كانت العلاقة؟ كيف كانت علاقتك بجدك؟ كيف كان جدك؟ نحن بنعرفه كممثل، كمشهور شخص مشهور بالعالم خبرنا الجهة اللي نحن ما بنعرفها جدي كان لديه قدرة فريدة عندما كنت صغيراً كان يلعب معي كأنه طفل وأعتقد أنه كان عيد بلادي الخامس وأنا كنت أعيش في كندا لأن والدي كانوا مطلقين وجاء إلي لعيد ميلادي وطلب كعكتين وعندما جاءت الكعكة فهو دفعها إلى وجهي مباشرة وبعد ذلك نظر إلي وأشار إلى الكعكة الثانية وأنا دفعتها إلى وجهي هو كان يحب أن يلعب مع الأطفال وعندما كبرت، هو أحسسني كيف أكون مهماً وأعرفني على ممثلين وأخذني إلى الحفلات وكان تماماً كما أحببت أن يكونه تماماً قبل موته بعدة أيام نشرت صورة عندك على تويتر أو حتى على الفيسبوك كاتب فيها أن أحبك هل صدفي؟ هل كان عندك شعور؟ هل لما حكيت معه حسيت؟ آخر فترة، آخر مرة أحكيت معه؟ ماذا قال لك؟ كان صدفة حقيقة في كل صباح عندما استعيقت أنا تذكرته وفكرت به وفكرت بأخي وبي والدي لأنني أعيش في مكان بعيد في أمريكا ولذلك الناس عادة يعيشون حياتهم عن طريق الشبكات الاجتماعية وعندما أتذكر وعندما استيقظت في الصباح أنا أشتاق إلى جدي وأنا أكتب ذلك في الشبكات الاجتماعية ولكن لم أتوقع أنه سوف يتوفى بعد أيام معدودة فقط كانت هذه الصدمة ولكن هذا ما حدث لم تتمكن أو لم تحضر جنازة جدك لماذا؟ وفقا للشريع الإسلامية الجنازة يجب أن تقوم في نفس نهار الوفاة وأنا أعيش في مكان بعيد مع فارق كبير في الزمن والرحلات كانت محدودة إلى مصر وسوف أندم على ذلك طيرة حياتي لأن جدي كان هناك عن ما أحتجته دائما وأن لم أحضر هذه الجنازة وأن لم أشارك مع عائلتي في هذه الزمن الصعب شيء مؤسف بعض الأعلام تحدث بأنه مات وحيدا في مستشفى بسبب إصابته بالزهايمر هل هذا صحيح؟ هل كانت العائلة حوله من كان موجود معه؟ لأنه أيضا والدك بعد موته أتى إلى مصر كيف كانت آخر أيامه؟ كان مع أحفاد آخرين قبل وفاته بيوم وهذا جاء بشكل غير متوقع تماما وأنا شكر كثيرا أنه أعطني به في أيامه الأخيرة ولكن تمنيت أن أكون معه في أيامه الأخيرة أيضا طبعا كان هناك جنازة لعمر الشريف سنشاهد بعض اللقطات مننا عن هذه الجنازة ونتابع بعد ذلك الحوى عمر الشريف يثير الجدل بعد وفاته والسبب الجنازة التي خصصت له والتي رأى الكثيرون أنها لم تكن لائقة بممثل من حجمه وكأن عدد الصحفيين الحاضرين يعادل المشاركين في تأبين الشريف فباستثناء المقربين وقلة من النجوم لم تحضر أسماء وازنة للجنازة كما لم تكن تمتيلية الدولة المصرية قوية وفي الوقت الذي أوعز فيه البعض سبب ضعف الجنازة لشهر رمضان وانشغال أغلب الفنانين في تصوير المشاهد المتبقية من المسلسلات قال البعض إن عمر الشريف لم يكن يتمتع بشعبية كبيرة على مستوى الشارع المصري ومهما كانت الأسباب فإن ضعف الجنازة يبقى أمرا محزنا لا يستحقه ممثل قدير بحجم عمر الشريف الذي مثل مصر بصورة مشرفة في العالم إذن شاهدنا بعض اللقطات من الجنازة برأيك لماذا كان تمثيل من فنانين وأيضا أصدقاء وكثير من الأشخاص لم يحضروا كان في انتقاد أن الحضور كان قليل لماذا؟ هل كان هذا من العائلة لا تريد أن يحضر الكثير؟ ما السبب؟ أنا لا أعتقد كما تفترض أعتقد أن الجو كان مناسبا وكان هناك كرامة وأعتقد أنه كان سوف يتمنى أن تكون هذه الجنازة بهذا الشكل لأنه كان شخصية كلاسيكية وذات كرامة كبيرة نعم على الرغم من ذلك يعني في ناس توفوا أو ماتوا وكانوا مشهورين وكان ممكن الواحد يحقق الاثنين يكون الخصوصية وأيضا يكون في حضور كثير من الفنانين ويكون في حضور من الشعب إذن كان السبب الأساسي بأن العائلة فضلت أن يكون هناك خصوصية وليس أي هناك سبب آخر كنا متشجعين من المشاركة من الكثير من الأشخاص والأماكن والإعلام العالمي كان حاضرا في الجنازة وأعتقد أن جدي كان سيحب ذلك وبالفعل كان ذلك مناسبا تماما لأن مقارئة لأنه على المتعب لا تسمع بطريقة جيدة؟ أعم حسنا 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 لنستطيع رغمت أكثر لأنني لم يستطيع أن أسمع شيئا حسنا حسنا عندما تسمعني هل يفّق بشكل أكثر؟ نعم حسنا عندما تحدث تسمع الترجمة؟ سنتابع الآن أفضل شكرا أهم شيء أنك تكون عم تسمعني إذن تسمعوني لأن المقارنة كانت طبعا أنه وقت وفاة جدتك فاتن حمامة كان في حضور أكثر وكان في فننين مشاركين في الجنازة بعدد أكبر ليه دايما عندما نتحدث عن عمر شريف الجونيور دايما يكون الرابط أكثر مع عمر الشريف وليس سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ربما السبب لأننا نحمل نفس الاسم وبالتالي بشكل آلي دائما نتذكر عمر شريف الممثل والسبب الآخر أن أحترم جدودي كثيرا جدي كان يحب الإعلام أما جدتي كانت تحب الجانب الشخصي أكثر وكانت دائما تعتبر أن أنا دائما كنت أحترم عائلتي ولكن مقارنة بالصور الموجودة لجدك عندك على الفيسبوك أو إنستغرام أو حتى على تويتر مقارنة مع جدتك أقل بكثير تحدثت أن جدتك كانت أكثر خصوصية يعني شو أصدق بالزبط؟ ما المقصود؟ كانت مائلة إلى الخصوصية أكثر وكانت لا تحب الكاميرات أمامها في كل لحظة كانت ممثلة وعندما كانت في حياتها الخاصة كانت تبتعد عن الكاميرات وبالتالي ولم نصورها كثيرا أيضا ولم تتعامل مع الإعلام ولكن مع جدي كان ذلك أكثر أمتى أو متى كنت تلتقي بجدتك؟ أمتى أخر مرة شفت أبل الوفاة؟ كنا في إيرلندا عندما صورنا فيلما جديدا لا أقصد جدك عمر شريف ولكن جدتك فاتن حمامة؟ آسف ترجمي ترجمي أخر مرة ألتقيت مع جدتي كان قبل أشهر قبل وفاتها كيف كانت علاقتك معها؟ كانت علاقة رائعة كانت علاقة رائعة كما قلت قبل جديدا رائعة والدي طلقوا بعضهم البعض عندما كنت صغيرا ولكن في جميع عطلاتي الصيفية أو الشتوية أو أثناء رمضان دائما كنا في مصر والرحلة كانت طويلة دائما وكنت أسافر وحدي دائما أفكرت أثناء الرحلة سوف أعود الآن إلى القاهرة سوف أرى الزمالك وجدتي سوف تفتح لي الباب وسوف تطبخ لي أكلاتي الملوخية والقشري والحمام وبالفعل كانت تطبخ بنفسها كانت هي تحضر كل الأمور اللي أنتوا بتكون إياها لما تكونوا مجتمعين كعائلة؟ نعم كانت تقوم بكثير من الأشياء وحدها وكانت أفراد العائلة كانوا حولها ولكن كانت تعتني بكل شيء عندما جئت خصيصا كيف يمكن أن نتخيل الأمر؟ يعني جدك مشهور ونجم كبير وأيضا جدتك مشهورة ونجم كبيري وبالنهاية لألك هني ستك وجدك فكيف كان تعاملكم مع بعض لما تكونوا أنتوا قاعدين مع بعض؟ أنا حابب أعرف معلومات من الداخل من داخل البيت كيف ممكن نتخيل الأمر؟ كان عادي سته وجده وحفيد قاعدين ولا تحس لا هي النجم الكبير وهو النجم الكبير والتصرف يكون مختلف لا بالطبع كأنهم جدود عاديين لدي جدود من جهة أمي أيضا وكانوا عائشين في كندا أيضا توفية وعلاقتنا أيضا كانت متميزة إن كانوا مشهورين أو لا العائلة قبل كل شيء العائلة هي قبل الأصدقاء قبل العمل قبل النجاح المهني وأنا تربيت على ذلك وأنا مستعد أن أعطي كل شيء وأوضحي بكل شيء من قابل العائلة كيف كان تعامل فاتن حمامة وعمر شريف حتى ما بعد الطلاق؟ كانوا أصدقاء لما تتلاقوا كيف كان التعامل؟ لأنهم طبعا طلقوا حتى قبل ما أنت تخلق دائما ظلوا يحترمون بعضهم البعض وحافظوا على علاقة جيدة خاصة من أجل ابنهما وحفيدهما وانتقوا دائما البعض يقول بأنه هل كان الحب مزال موجودا بينهم؟ جدي دائما كان يقول أنه ظل يحب جدتي إلى أن مات وأنا أعتقد أن ذلك كان صحيحا بالفعل كانت قصة حب مصرية شو اللحظة اللي شاركت مع سيدة شاشر العربية فاتن حمامة ما بتنسيها؟ أول ما تسمع اسم فاتن حمامة اللي هي جدتك ما بتنسيها بحياتك؟ أعتقد العطلات الصيفية التي قضيناها سوية إن كان ذلك في شمال مصر أو في غونا الغردقة كانت هي الأوقات التي كانت لنا حصرا أبي كان في العمل ولم يكن حاضرا ولم يكن لدي إخوة آنذاك وأخي الآن عمره 15 سنة فهو أصغر مني بكثير وبالتالي فعلا كانت هناك علاقة وطيدة جدا مع جدتي كنا نلعب الوراق كنا نذهب للسباحة أو نزور أصدقائها أو أصدقائي هناك هل كانت تخبرك أيضا أشياء عن فترة الزواج مع جدك عمر الشريف أو لماذا نفصلوا أو ليه مع أنه بأيوا أصدقاء لما بأيوا مع بعض هل كانت تخبرك هيك ولا؟ لا كانت تحب الخصوصية وكانت تحب المحادثات المناسبة وأنا لا أعتقد أنه يتم الحديث مع الأحفاد عن هذه الأمور حتى مع بعض المعلومات معك كنت تحس أنه في خصوصية معينة تتمتع بها ولا تتحدث عنها لم يكن ذلك موضوعا كانت لدينا موضوعات أخرى تماما مختلفة كيف أنا في المدرسة مثلا كيف أنا في دروس الغناء وكنت كان علي أن أغني أمامها كان صوتي جميلا آنذاك ليس الآن ولا أعتقد أنه أحد هنا يريدني أن أغني ممكن تغني شيء ولا لا أعتقد أن حتى الجمهور لا يريدون ذلك سوف يطفؤون الجهاز طيب أوك إذا حابب تجرب ممكن نجرب أعتقد أنه كان مفضل لجدودي كان أريد حلا لأنه كان فيلما مهما فجدتي كانت تستخدم فنونها وتفنونها من أجل أن تدافع عن حقوق المرأة في مصر أيضا من أجل تغيير التشريع أيضا وأدى ذلك بالفعل إلى تحسين بعض القوانين وأعتقد أن هذا الفيلم كان مهما في هذا الوقت أيضا لأنه كان موضوعا شائكا أيضا وفي نفس الوقت من أفلام جدي ربما ميسيو إبراهيم وزهور نعم أعتقد أنها صور في 2000 أو في بداية سنوات ما بعد 2000 كان ذلك عن التسامح أيضا هو كان متسامحا وكان إنسانيا وكان ذلك عن صاحب محل تركي في فرنسا وهو تبنى يتيما يهوديا وكان هناك الكثير من القضايا مثل التعايش والديانة المختلفة وما لذا الفيلم كان في 2003 الذي تتحدث عنه في اهتمام كثير حول عائلة عمر الشريف وأيضا أنت حول موضوع الديانة تتحدث عن هذا الفيلم ولكن أيضا موجود في الحياة اليومية كان هو مسيحي اعتنق الإسلام بعد ذلك ليتزوج من فاتن حمامة أنت أيضا أمك يهودية بيك مسلم هل الديانة كانت تلعب داره خاصة حتى بالتويتر فيسبوك أو الناس مهتمة كثير تعرف موضوع الديانة كان يلعب دور بحياتكم اليومية شو كان دور الدين من الشيء الجنوني أن يطرح الناس هذا السؤال دائما أن يكون لديهم هذا الفضول طبعا والدي مسلم وولدتي من عائلة يهودية والدتي يهودية كثقافة أو كتقليد وأنا دائما كنت بين هذه الأشياء ولكن لم أتربى بين ديانتين إنما تربيت أمام خلفيتين مختلفتين لأن جدود من جهة والدي كانوا مشهير ومن جهة والدتي كانوا من الناجين من الهولوكوست ومن جهة والدي كان هناك ثروات لحد ما ولكن عائلة ولدتي كانت فقيرة وأنا كنت بين هذه الخلفيتين المختلفتين ولكن من أجل أن أعرف أين أنا أن أستفيد من التجربتين ونتعلم الدروس أن أحب الجميع كما أحب نفسي أن أكون شخصا جيدا أن أقوم بالأفعال الخيرة وأعتقد أن هذا جزء من قيامي طيب يعني بالنهاية كان حسب مفهومك أنت مفهوم الإنسان اللي كان مهم يعني ما كنت أجبرت على أن تختار بين ديانة معينة أو نعم هذا ما أعتقد أنا مسلم أنا مسلم وأنا مؤمن ولكن أنا أيضا أقدر ثقافيا جهة والدتي في العائلة وأحترم هذا التقليد وأيضا المسيحية من عائلة جدي الأصلية أنا أعتقد أن فيه من كل شيء تتحدث عندي أنه فيه مقال أنت كتبت وكتبت فيه أنا يهودي هذا هو السبب للسؤال إذن ترى نفسك مزيج أو كما قلت أنا أنظر إلى ذلك باعتباره ثقافة وبالتالي أنا نعم فيه من كل هذه الأشياء شيء أعتقد أن هذا كان شيء يجعل مصر جميلا في الأربعينات والخمساني والخمسينات عندما تقرأ الكتب من ذلك الزمن كان هناك تنوع وانفتاح وتسمح كبير في مصر والجميع كانوا جيران وكانوا يتعايشون وأنا أشعر بذلك في قلبي إلى جانب كل ما أخذته من العائلة خلال كلامك هلأ تحدثت أنه كنت أيضا تبحث عن نفسك أو ما الصحيح بالنسبة لك أنت شخصيا لما يكون واحد جده اسمه عمر الشريف أدي كمان صعب حق نفسه أنت مين هل أنت فقط حفيد عمر الشريف أم أنك أيضا عمر الشريف جونيور أخذ مني الكثير من الوقت لأكتشف نفسي ولأكتشف صوتي إذا كان لديك نفس اسم عمر الشريف حتى في المدرسة في اليوم الأول ويدادون بعمر شريف المعلم في البداية سوف يقول أنت حفيد عمر الشريف وكان من الصعب له أن أتعامل مع ذلك أيضا كان هناك محاسن لذلك وبعض المساوئ أيضا بالنسبة للمحاسن مكنني ذلك أن أستفيد من جميع الخيارات أن أقوم ما أود وأن أفعل ما أود أن أكون فضائيا أو شاعرا سوف يدعمني جدي في ذلك وكان ذلك سهلا بالنسبة لي إذا اتصلت بأحد المطاعم أنا أقول لهم أنا عمر الشريف بالتأكيد ولكن أخيأ بأمالهم لأنني لست عمر الشريف الممثل هذه الجهات الإيجابية ماذا عن الجهات السلبية خاصة أنت شخصيا بحياتك اليومية وين بتلاقي بعض الأحيان تتمنى أنه ربما يرد اسمي إكس واي هناك إرث كبير وإرث رائع لعمر الشريف جدي ومن السعر في بعض الأحيان لأنه يجب أن لا ألطق هذا الاسم وفي بعض الأحيان كنت أخاف أن أكون نفسي لأنني دائما فقد يجب أن أكون صحيحا ونظيفا ولا أدر بسمعة العائلة وفي بعض الأحيان لم يكن لدي نفس الطفولة أصدقائي أن أحتفل أو أن أعمل مشاكل مع الناس ولكن لأن ذلك سوف يصب إلى الأخبار في اليوم التالي ولكن في نفس الوقت الآن أنا أمثل في أمريكا لفترة طويلة عندما أحضر في أحد الاستجوابات أو اللقاءات فهم يتوقعون أن يأتي هناك رجل وسيم ويتحدث بشكل جميل أنا لم أكن كذلك ولكن سمعته سبقتني إلى كل مكان هناك مقال حيث قال لك هو هو أنت أعطيتك اسمي وعطيتك الكثير من شكلي ولكن أنت الآن عليك أن تأخذ طريقك هل كان يشجع أن تكون ممثل أم كان يفضل أنك تعمل بمجال العلوم السياسية أنت متخرج من جامعة لندن أنا كنت أعرف أن هناك بعض التضحيات عندما أكون ممثلا وأن أكون في موضوع الإعلام وأنا رأيت أيضا أن بعض العائلات الأخرى كانت تضحي بالكثير من الأشياء مقابل ذلك ولكن أنا اعتبرت العائلة أهم من كل شيء وأنا أريد أن يكون لدي عائلة ونحب عائلتي وبالتالي لفترة طويلة اعتبرت أنني سوف أدرس السياسة والاقتصاد وأحصل على الشهادة في ذلك ولكن أنا كنت أحد التمثيل أيضا ولذلك قررت أن أفصل بين الأثنين وأنا غادرت لمصر انتقلت إلى لونس إنجليز بدون أن أقول لولدتي وإلى والدي كنت في مونتريال أنا ذاك وثم سافرت إلى لونس إنجليز خلال سبعة أيام وأنا قلت لن أنفي من أنا لن أتنكر لهويتي أنا أحب التمثيل ولذلك سافرت إلى هناك بدون أن أقول لأحد فالفعل أنا أقدم معروف ولكن تحدثت أنه في فيلم قمت به الآن أنت مع جدك صورة في إيرلندا بمارس هذه السنة حدثنا أكثر عن هذا الفيلم لأنه خبر جديد والفيلم اسمه The Secret Scripture نعم سوف ينشر الفيلم في شهر نوفمبر آخر هذا العام والمخرج كان يحب جدي كثيرا أعتقد أنه مدير المهرجان العربي للسينما ورحبوا بجدي في العام السابق وسوف يكون ذلك متى سيتم يعني عرض هذا الفيلم في السينما وما هي قصته باختصار في نهاية هذا العام في شهر نوفمبر أو ديسمبر إن مشت الأمور جيدا وهو فيلم عن التاريخ الإيرلندي من بجهة نظر إمرأة ولفترة طويلة عندما كان الرجل أن يطلق إمرأته كان عليهم فقط أن يأخذونه أن يأخذوا الزوجة إلى المصح العقلي ويبقون فيه طيلة حياتهم وهذه القصة هي في التسعينات عندما أغلقوا جميع هذه المؤسسات وحاولوا أن يعرفوا من هو المجنون ومن هو الضحية هذه القصة كيف كان شعورك لما قفت الديم عندما تنسل المو أحسست أن هذه قصة جميلة لأنها قصة عن حقوق المرأة وأنا عرف بك إلى أي مدى كان ذلك مهما لجدتي أيضا وبعض هذه المشاكل هي مشاكل ليس فقط في العالم العربي إنما إلى التسعينات كانت هذه المشكلة في إيرلندا في قلب أوروبا وبالتالي هذا يشير إلى أن هذه المشكلة هي مشكلة عالمية لا يجب أن نشير فقط إلى شرق الأوسط ما هي المشاكل هناك لأن هذه القضايا هي قضايا عالمية إلى جانب عملك أيضا كممثل وعرض أزياء في الفترة الأخيرة كنت تعمل أيضا في جمعية تدافع عن حقوق المثليين وكان عندك أنت كأول من المشاهير العرب يلي أعلنوا أنه هني مثليين الجنس كيف كانت ردة فعل عمر الشريف وفاتن حمامة لما عرفوا أنه حفيد مثل الجنس؟ سوف أصحح أنا لست عارضا للأزياء أنا لم أعد أعمل في عرض الأزياء أبدا كنت أعرض أزياء ولكن قبل كل شيء في عيون جدودي أنا كنت حفيدهم أنا الإبن أنا الأخ أنا الزميل أنا الصديق أنا لست فقط شخصية أو إحصائية أو لست موضوع جدل ولذلك كنت آمل أن يراني العالم من هذا المنظور بأنني شخص مع قصة إذن تقبلوا تقبلوا الأمر بأن حفيدهم مثل الجنس يعني لم يرفض أو أو يعلق على هذا الأمر لم يكن ذلك موضوع بيننا لم يتغير أي شيء لم نتحدث فيه ذلك وأنا ضليت عمر حفيده لأنه عندما يعني علننا عن هذه الحلقة إجا في أسئلة وصلت كثير لأن البعض بيرى أنه عمر الشريف الشخصية الكبيرة وفاة حمامة أيضا الشخصية سيدة الشاشة العربية والبعض قال حفيدهم أعلن مثليته يعتبرونها صح أو خطأ فيه أراء مختلفة فيه جدل كان فيه جدل عندما أعلنت أنت هذا الأمر كيف ترد على الناس اللي بترفض هذا الأمر أو اللي بتعتبروا خطأ أو بتعتبروا أنت حتى شواهت ربما العملاق عمر الشريف أو أسأت إلى هذه السماع سؤال بمحله تماما أنا لست متأكدا أعتقد أن أفضل شيء أقوم به في حياتي أن أعيش بأصلتي وبسعادتي وعندما أفعل ذلك أنا أعرف أنني أجعلهم سعادة جدود أيضا يريدونني أن أكون سعيدا هذا ما يتمنى الجد لحفيده وأعتقد أيضا أنه شيء مهم للشباب والجمهور أنا أعرف أن كثير من الشباب يشاهدون هذا البرنامج والدرس الذي قد أعطيه للناس كن منفتحا كن نفسك لا تعطي أهمية للنقاشات حولك إنما قوم بهذا النقاش بينك وبين قلبك وهل هذه البعض يرى أن هذه ربما كانت من الأسباب عدم رجوعك لمصر وعلاتك بمصر لأنه بعد ما علنت أنك مثل الجنس تركت مصر ومنذ ذلك الحين لم تعود إلى مصر لا أنا بدأت مصير عمل للتمثيل في أمريكا آنذاك وكنت معلقا في الأخبار في CNN and NBC والآن أنت ضيفي هو وهنا نحن نحن طيب أمتى لن ترجع على مصر أو شو تعني لك مصر كلما سنحت الفرصة سوف أعود إلى مصر أنا أحب مصر عندما أمشي في الشوارع نيويورك حيث أعيش في اليوم الحرة في الصيف عندما تمشي في الشارع وأنت تشم رائحة الكباب المصري في بعض الشوارع يعني هؤلاء أسلافين مصر في قلبي عندما أشم رائحة الآكل وأنا أغمض عيوني وأتخيل أنني في مصر عندما أكل مانغو أنا أشعر أنني في مصر أنا دائما في مصر ومصر معي دائما ما هي هذه الفرصة؟ هل ممكن تكون أنك تمثل دور جدك؟ شو لازم يحصل؟ لا كلا طبعا سوف يعجبني ذلك إذا كان هناك عرض وأمثل في مسلسل مصري مع الممثلين الذين أحبهم هناك بعض العروض ربما سوف يتحقق ذلك أو أن أقوم بعرض تلفزيوني أيضا أقول طبعا بعض الممثلين المفضلين لديك المصريين من هم؟ من الأشخاص اللي بتعتبرون يعني بتحب تحضرون؟ الكثير منهم والكثير منهم أيضا كان أصدقاء جدي وجدتي وهنا التقيد مثلا من من المسلسلات تحضر مسلسلات اللي هلا حصلوا مثلا بشهر رمضان من الأساميل اللي هنبي ممكن يكونوا مثل أعلى لإلك أو يعجبك تمثيل دائما أتبع بعض المسلسلات وليس كلها ولكن أنا مشجعك بيد ليسرى وأيضا كانت من أصدقاء العائلة والكثير غيرها هناك الكثير من الأسماء ولكن لا أود أن أعطي أسماء لأنني أنسى بعضها وأخشى من ذلك تهد الترجمة إلى جانب حبك للتمثيل وأيضا تعمل كمدافع عن حقوق المثليين في العالم علاقتك بمصر تتحدث عنها بأنك بتحب مصر كتير كيف تنظر اليوم إلى مصر والشباب في مصر أنت لما الحريات هل لما صار في الثورة كنت من الناس اللي كتبوا على الفيسبوك أنك أنت مع التغيير اليوم إذا بتنظر لمصر كيف تشوفها؟ الحقيقة أنني مع حقوق جميع الناس مهما كانوا ومن أي خلفية كانوا لذلك أنا تشجعت كثيرا مما شاهدت في مصر لفترة طويلة في التاريخ كنا خاملين هل لديك شعور أن الشباب اليوم لديه قوة أكثر سيقوم هو بالتغيير لديه صوت لأن البعض يرى عكس تلك يعني في جدل حول هذا الأمر أعتقد أن لديهم الكثير من الشغف وكثير من الحماسة وهذا مهم ولكن لا نتحدث بصوت واحد في بعض الأحيان ولكن الشغف والحماسة موجودين ليس فقط المسؤولية إنما يجب أن تعمل من أجل التغيير الذي تناشده وأنا أشاهد ذلك في مصر نختم بهذا السؤال شكراً كتير لوجودك اليوم معي في هذه الحلقة ومشاركتك اللحظات الخاصة وعودي سعيدي لنيويورك ولكن استمتع الآن في برلين شكراً أحب هذا شكراً أهلاً وسهلاً مشاهدين نكونوا قد وصلنا إلى ختام الحلقة شكراً للمتابعة وألقاكم الأسبوع المقبل ولكن في حلقة خاصة من بغداد مع الشباب العراقي شكراً 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 للمتابعة شكراً للمتابعة شكراً للمتابعة